أصعد الله أوقاتكم أحبتي الطلبة في درس جديد لمعدة الفلسفة على المنصة التربوية السورية أنا المدرسة أم الحربة بداية دعونا نطابع هذا الفيديو كما نلاحظ في الفيديو هناك صور عن الضبط الاجتماعي وعن القانون هل القانون وحده كافي لتحقيق الضبط الاجتماعي في المجتمع؟ كما يرى بن خلدون إن الإنسان بحاجة إلى سلطة ضابطة لسلوكه الاجتماعي ووسائل الضبط الاجتماعي التي تحقق هذه الغاية تتمثل في الدين والقانون والأعراب بالتالي هل الضبط ضرورة اجتماعية؟ ولماذا؟ كيف أتصرف إذا خرج أحد أصدقائي عن نطاب السلوك المقبول به اجتماعيا؟ دعونا نتعرف على عنوان درسنا لهذا اليوم وهو الضبط الاجتماعي بداية دعونا نتساءل ما المقصود بالضبط الاجتماعي؟ مفهوم الضبط الاجتماعي هو القوة التي يمارسها المجتمع على أفراده للقيام بأدوارهم وتحقيق أهدافهم وفقاً للمعايير السائدة المنظمة لحركة الأفراد ضمن دائرة القانون والقيام والعادات والتقاليد والأعراق وأحضاء الطرائق للإشراف على سلوكهم وتفكيرهم حرصاً على سلامة البناء الاجتماعي ونظمه دعونا نتساءل من أين يكتسب الفرد أسس الضبط الاجتماعي؟ هل هناك أسس للضبط الاجتماعي؟ طبعاً هناك أساسيات للضبط الاجتماعي وهذه الأساسيات تكون من خلال التنشيئة الاجتماعية من الذي يقوم بالتنشيئة الاجتماعية؟ طبعاً الأسرة والمدرسة وغيرها من المؤسسات الأخرى ما هي الغاية التي تقصدها الأساسيات الضبط الاجتماعي أو مؤسسات الضبط الاجتماعي من خلال الضبط الاجتماعي؟ طبعاً هي المصدر اللازم للضبط الاجتماعي نوزع يعني الضبط الاجتماعي نستنتج أن الضبط الاجتماعي هو القوة التي يمارسها المجتمع على أفراده القيام بأدوارهم حرصاً على سلامة البناء الاجتماعي هل للضبط الاجتماعي أهداف؟ نعم للضبط الاجتماعي أهداف وأهداف الضبط الاجتماعي تتجلى في سلاسة محاور أساسية المحور الأول أو الهدف الأول هو العمل على تحقيق الامتسال لمعايير وقيم الجماعة الاجتماعية والمحافظة للتضامن بين أفرادها لضمان تماسكها وأستمرارها أيضاً إنزام الأفراد باحترام الحقوق العامة والخاصة ومنع التجاوزات المخالفة للقانون ومعاقبة أصحابها الهدف الثاني هو الارتقاء بالسلوك الاجتماعي للأفراد ودحقيق الأمن الاجتماعي داخل المجتمع وإقامة العدالة بين جميع أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات والالتزامات بالنسبة للهدف الثالث هو غرض مفهوم المهارات الحياتية في النفوس والمهارات الحياتية الموجودة لدينا هي كثيرة مثل التسامح، احترام الآخرين، الصداقة والمصاوات والحوار الإيجابي والاعتذار والاعتراب بالخطاء والثقاء والتحكم في النفس عزيزي الطالب، بيّن كيف تكون قدوة في الضبط الاجتماعي لغيرك في المجتمع الذي تعيش فيه من خلال الامتسال لمعايير وقيم الجماعة الاجتماعية، التسامح، احترام الآخرين، الصداقة، المصاوات، الاعتراب بالخطاء، الثقاء والتحكم بالنفس أيضاً من خلال الحوار الإيجابي هل الضبط الاجتماعي أنواع؟ نعم، بالضبط الاجتماعي أنواع وأنواع الضبط الاجتماعي نوعان هنا ميز أو قارن بين أنواع الضبط الاجتماعي أو قارن بين الضبط الداخلي والضبط الخارجي في الضبط الاجتماعي ضبط الداخلي ينبع من داخل الإنسان كالقيم والعادات والتقاليد والمعايير الأخلاقية وهذه القيم والمعايير والعادات يكتسبها الفرد من الثقافة السائدة في مجتمعه وتتولى المؤسسات الاجتماعية المختلفة كالأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام تدعيم هذا النوع أو هذا الضبط الداخلي الضبط الخارجي يكون في القوانين واللوائح والتشريعات التي تضعها المجتمعات الحديثة وما غرض المجتمعات الحديثة من وضع هذه القوانين وغرضها هو تنظيم العلاقة بين الأفراد ومؤسسات الدولة الرسمية هي التي تدولى تدعيم هذا النوع من الضبط الخارجي عزيز الطالب اقترح آليات لتدعيم ثقافة الضبط الاجتماعي الداخلي والخارجي ما هي الآليات التي يمكن من خلالها أن ندعم ثقافة الضبط الداخلي والخارجي أولاً التنشئة الاجتماعية العقوبات التي تفرضها الحكومة لمنع حدوث الفوضة في المجتمع أيضاً من خلال التنظيم من خلال العرض من خلال العداد والتقاليد وأيضاً من خلال القانون رابعاً وسائل الضبط الاجتماعي هل للضبط الاجتماعي وسائل؟ أجل للضبط الاجتماعي وسائل ووسائل الضبط الاجتماعي هي نوعان وسائل رسمية ووسائل غير رسمية ما هي الوسائل الرسمية؟ طبعاً الوسائل الرسمية تكون من خلال القانون والوسائل غير الرسمية تكون من خلال عدة محاور تتمثل في الدين والعرف والرأي العام والقيام الاجتماعية دعونا في البداية نتعرف على الوسائل الرسمية والمتمثلة في القانون طبعاً هذه الوسائل الرسمية وغير الرسمية هي متكاملة ومترابطة مع بعضها البعض ولا يمكن تخلي عنها هذه الوسائل هي العرف القانون الرأي العام والتربية وبداية لدينا القانون وهو من الوسائل الرسمية القانون ما المقصود بالقانون؟ أو ماذا نعني بالقانون؟ طبعاً القانون هو أداة متخصصة ومحددة تحديداً دقيقاً لماذا يستخدم المجتمع القانون؟ يستخدم المجتمع لضبط الإنسان الذي يتميز بأنه مدني بالطبع والقانون ينظم حياة الأفراد ويجعلهم يسيرون في هيئة اجتماعية وفقاً له وبالتالي يجب احترام قواعده ويترتب الجزاء على من يخالفه أيضاً يتميز القانون بأنه أكثر دقة وحيوية وموضوعية وتنظيماً لماذا أو علل ذلك؟ لأنه يعتمد على عنصر التعميم والتجريد ولأنه لا يخاطب أفراد المجتمع بأسمائهم وصفاتهم إنما يخاطبهم بأعمالهم وأنشطتهم الاجتماعية هنا لدينا سؤال هل العقوبة التي يفضها القانون تكفي للضبط الاجتماعي؟ برأيك عزيز الطالب هل العقوبة التي يفضها القانون تكفي للضبط الاجتماعي؟ وبرر إجابتك مجموعة من الأفكار والآراء والمعتقدات تنشأ عن طريق التفاعل الاجتماعي بينهم والعقوبة هو القانون غير المكتوب للشعوب البدائية والقديمة طبعاً قبل اختراع الكتابة وتحوله إلى قانون حيث يعمل العرف على تنظيم حياة الناس وتوجيهها إلى طلائق معينة من السلوك الاجتماعي وأيضاً للعرف تأثير فعال في مجال الوقاية من الانحرافات والسلوكات غير السوية وفي حال خروج الأفراد عن آليات الضبط العرفية يتوقع أن يقع عليهم عقوبات معنوية وهذه العقوبات متمثلة في الوصم الاجتماعي في الإشاعات في الفضائح وأيضاً في النبز الاجتماعي في التفاعل والعلاقات والعمل ونظرة الناس الدونية لهم وهذه جميعها تكون بمصاب الدروس وعبر اجتماعية زاد صفاء وقائية للأفراد أوضح رأيي الخاص في بعض الأعراف الإيجابية كأكرام الضيف والسلبية كحرمان الإناس من الميراس طبعاً إكرام الضيف له دور إيجابي في زيادة المودة والرحمة بين الناس والشعور النفسي بالسعادة لتقديم ما لز وطابع للغير والاحترام ورد الإحسان بالإحسان أما حرمان الإناس من الميراس فهو يؤدي إلى الظلم والجور في حق الإناس وانتشار الجرائم الاجتماعية بين أفراد المجتمع أيضاً يؤدي إلى قطع الأرحام وزرع الأحقاد بين الأولاد واضطرار المرأة للعمل بشكل يخالف طبيعتها لدينا الوسيلة الثالثة من وسائل الضبط الاجتماعي والمتمثلة في الرأي العام وهو وسيلة من الوسائل الغير الرسمية ما المقصود بالرأي العام أو حدد معنى الرأي العام هو إجمع مجموعة من الأفراد على حكم موجه نحو أي فل سواء كان مقبولاً أو مستهجناً وللرأي العام أهمية كبرى في توجيه سلوك أفراد المجتمع لأنه يتميز بالدوام والاستقرار ويحمي السلوك الاجتماعي من خلال فراد المطالب الخدوقية هنا لدينا تعليل علل يتصف الرأي العام بأنه مرد لأنه يتشكل وفقاً للظروف والأحوال والهدف الأساسي الذي يتبعه وهو أقل فاعلية من القانون ويضع في اعتباره تغير هذه الظروف لدينا سؤال هل من الضروري أن يكون الرأي العام صحيحاً؟ طبعاً ليس من الضروري أن يكون الرأي العام صحيح لأنه هو مجموعة من المعتقدات القابلة للنقاش وهذه المعتقدات قد تكون صحيحة أو خاطئة وهذه المعتقدات أيضاً تخص أعضاء في جماعة تشترك بالرأي فيعترض ذلك مع الرأي الخاص الذي يتعلق بالفرد مثال الرأي العام هو رأي مجموعة من الناس تروج له وهي عبر عن مصالحه أيضاً الرأي العام يتأثر بالشائعات والدعاية والإعلام والعوامل النفسية والفيزيولوجية والثقافة لدينا الوسيلة الرابعة من وسائل الضبط الاجتماعي والمتمثلة بالتربية طبعاً ترتبط التربية بالمجتمع ارتباطاً وسيقاً هنا لدينا تعليل علل ترتبط التربية بالمجتمع ارتباطاً وسيقاً لأن التربية هي الأساس الذي يبني عليه قيم المجتمع ومسلحة العليا وأهدافه ولدينا هنا أيضاً تعليل علل التربية هي مهمة وضرورية للغاية لأنها تشمل حياة الفرد من الطفولة والرشد سواء على نطاق الأسرة أو الوسائل التربية الأخرى كالجامعة والمدرسة فهي تستم جميعها في عملية تزوين الأجيال بقيام المجتمع وأنماط سلوكي هل هناك وسائل أخرى للضبط الاجتماعي؟ كما تعرفنا عزيزي الطالب على وسائل الضبط الاجتماعي وهي كانت لدينا أربع وسائل رسمية وغير رسمية كانت الوسائل الرسمية هي القانون والوسائل غير رسمية من خلال العرف والرأي العام والتربية الاجتماعية تعرفنا في هذا الدرس عزيزي الطالب على معنى الضبط الاجتماعي وأهداف الضبط الاجتماعي وأنواع الضبط الاجتماعي ووسائل الضبط الاجتماعي في نهاية الدرس دعونا نجري هذا الاختبار أولاً اختر من العمود الأول والمتمثل القائمة إليك ما يناسبه في العمود الثاني المتمثل القائمة بين الأداة المتخصصة التي يستخدمها المجتمع لضبط الإنسان ما هي الرأي العام القانون العرف طبعاً القانون القانون غير المكتوب للشعوب البدائية والقديمة ما الرأي العام أو القانون العرف طبعاً العرف اجمع مجموعة من الأفراد على حكم موجه نحو أي فعل سواء كان مقبولاً أو مستهجناً وهو متمثل بالرأي العام هنا ضعونا نجيب على القائمة الثانية اكتب كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة غلط أمام العبارة المغلوطة يعتمد القانون على عنصر التعميم والتجريد ويخاطب الأفراد بأعمالهم وأنشطتهم الاجتماعية والإجابة هي صحيحة للعرف تأثير فعال في مجال الوقاية من الإحرافات والسلوكيات غير السوية طبعاً الإجابة صحيحة ويعتبر الرأي العام أكثر فعالية من القانون الإجابة خاطئة لأن الرأي العام هو أقل فعالية من القانون بالنسبة للسؤال الرابع التربية هي الأساسي الذي يرني عليه قيم المجتمع ومسلوه العليا وأهدافه طبعاً الإجابة صحيحة حدد معنا المصطلح الضبط الاجتماعي هو القوة التي يمارس المجتمع على أفرادهم من أجل القيام بأهدافهم وتحقيق أدوارهم وفقاً لأنظمات الموجودة في المجتمع هداف الضبط الاجتماعي هي الانتسال لمعايير وقيم الجماعة الاجتماعية العمل على تحقيق وأحترام الحقوق الفرطية والجماعية أيضاً الارتقاء بالسلوك الاجتماعي للأفراد وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الأفراد والعمل على غرس مفهوم المهارات الحياتية في النفوس كالمصاوات والصداقة والاحترام والحوار الإيجابي والتحكم والاستقاة بالنفس ترتبط التربية بالمجتمع ارتباطاً وسيقاً لأن التربية هي الأساس الذي يبني عليه المجتمع القيمي ومسؤولي العليا وأهدافه والقانون وسيلة أكثر دقة وحيوية وموضوعية متنظيماً لأنه يتسم بالتعليم والتجريد وأنه لا يتعامل مع الأفراد حسب أسمائهم وصفاتهم إنما يتعامل معهم حسب أنشطتهم وأعمالهم الاجتماعية في نهاية الدرس بعد أن تعرفنا عزيزي الطالب على معنى الضبط الاجتماعي وأهداف الضبط الاجتماعي وأنواع الضبط الاجتماعي ووسائل الضبط الاجتماعي الآن المطلوب منكم أقدم رؤية أوضح من خلالها دور التنشئة الاجتماعية في تحقيق الضبط الاجتماعي داخل المجتمع وأشكر لكم متعباتكم أحبتي الطلبة ودمتم بخير والتوفيق